احنا بقى وضعينا ايه ماتش النهارده وتوقعاتك ورؤيتك ومخاوفك لا بص اقوله عليك حاجة يمكن هي نادي الاهلي الفترة اللي فاتت المستوى الفني في ارتفاع في استقرار في هدوء صغير وده ملحوظ بشكل كبير جدا سواء في بطولة الدوري او على المستوى البطولة كاسي العالمان دي شفنا الاداء مختلف تماما شفنا الروح اللي عند اللاعبين شفنا تطور كتير من اللاعبين كمان على المستوى الفني داخل ارضات الملعب نشوف حمد فتحي والادوار المختلفة اللي بيعملها الفترة اللي فاتت وشكل تاني ومغير لحمد فتحي بيرستاو اللي انا بشوف يمكن فيه كتير كان بينطقت بيرستاو وهو الصفقة المهمة او المحترف وعشان كان فيه تذبذب في الاداء بتاعه يعني مباريات كان بيبقى رائع ومباريات المستوى بتاعه مش هو اللي احنا متوقعين ولكن قدر يثبت نفس مؤخرة هو مش تذبذب على قد ما هي قصة الاصابات الاصابات هي اللي وعرقله بشكل كبير جدا يعني لو رجعت الموتشاط في الدورة الاتحاد والمحلة الشكل الهجوم النادي الاهلي كان بيبقى وميز جدا في وجود بيرستاو لانه هو مختلف عن كل اللاعبين الموجودين في الخط الامامي لعيب سريع لعيب متحرك بيقدر بيعمل سكان بشكل كويس جدا فلما بيتقلق فعلا بيزهر وبيزهر ويمكن شوفنا المبارات اخيرة كان اللاعب الملفت للنظر هو اللاعب في الناحية الهجومية هو اللي القدرة على صناعة الفارق فعودة بيرستاو لقيادة النادي الاهلي وخط هجوم النادي الاهلي اعتقد هيفرق بشكل كبير جدا انا فرحت جدا لما رجعت اشوفه مرة تانية بيهدب ويسجل ويحتفل الاحتفالية الجميلة بتاعته كانت وحشانة يعني فالنهار ده النادي الاهلي انا شايفت دغوط كلها راحة على المدريد مش على لعيب النادي الاهلي يعني المبارات اللي زادية ممكن باللغة الكرة مش مبارات اكيد المدير الفني بيبقى عليه جزء كبير جدا لكنها بتبقى مبارات لعيب في اندية كتيرة جدا ودول كتيرة جدا بتحاول تدفع ملايين عشان تجيب ريل مدريد تجيب برشلونة تجيب الفرق الكبيرة انت النهاردة فبطولة رسمية بتلاعب الاسم الكبير ريل مدريد مباراة رسمية من غير اي مقابل لكن ليها مردود كبير جدا ليها صدق واسع كبير جدا فانت كلعيب فرصة كبيرة جدا فرصة انت بتقابل نجوم كبيرة فرصة تثبت للناس وتوريهم المستوى الفني الحقيقي بتاعك لان برضو في فروق كبيرة فنية بين اللعبة الاوروبية عمتا او اللعبة الريال واللعبة المصرية لكن لعبة النادي الاهلي تعودت على الاجواء دي لعبة النادي الاهلي عاشت الاجواء دي قبل كده عاشت المنافسات دي قبل كده لعبت قدام باير ميونيك فشافت اللعبة دي او لعبت مع الكوليت العالي جدا او الفعل العالي دي فاعتقد المباراة النهاردة التحفيز المعنوي التحفيز قبل المباراة الشغل النفسي والجلسات النفسية والتحفيز ليها والتحياء النفسية لللقاء اهم كتير جدا من الشغل الفني اللي هيحصل لكن فيه شغل خطط للراجل اكيد مستر كولر هيشتغل عليه بشكل كويس جدا واكيد هو عارف وتفرج واعجبني التصريح بعد اللقاء اللي لما يعني بعد اللقاء بيسألوه فقال لهم انا معايا هو على طول جاهز هو مجهز سيناريوهات وشغل عليها لكن التحضير الزهني قبل اللقاء ده مهم جدا يمكن من بعد المباراة الأخيرة مع السياتل اعتقد ان هما كابتسال عبدالحفيز واللعيبة الكبار وهو الراجل من سر كولر برضو اكيد شغل جلسات تحفيزية بشكل كبير جدا بيحفز اللعيبة وهي اللعيبة نفسية اللي هي احترم الريال طبعا ولازم احترم قيمة واسم الريال لكن ما خافش الكلمة دي اعتقد مهمة جدا وهو قرارها اكتر من مرة واكد عليها طبعا كابتن محمود الخطيفة هي نقطة في غاية الاهمية وعايز اقول لك احنا عرضنا النهاردة التصريحات الاخيرة اللي كانت للمؤتمر الصحفي الخاصة بالمؤتمر الصحفي قبل اللعيبة كابتسال عبدالحفيز وغيره اللعيبة كلها بتتكلم بنفس النقطة اللي حيب تتكلم بها دلوقتي كابتن ايهاب اللي هي احنا عارفين احنا بنواجه مين خصم كبير جدا لكن برضو احنا 11 اللعب 11 اللعب واحنا مش رايحين المرات دي علشان ننفس على نفس يعني الميدالية احنا عايزين يبقى فيه بقى اداء احسن وميدالية كمان ارقى من كده او اكبر من كده فاعتقد ده كله بيصب في فكرة النادي الاهلي واللعيبة عندهم ادراك ان احنا مش رايحين نلعب ريال مدريد ونكتفي احنا عايزين نوصل والنافس على الاول والتاني وبإذن ده يحصل وانت عارف توقعاتي توقعاتك ما بتخيف يعني اوقات بس ان شاء الله يعني خير لا ان شاء الله بإذنك ما انا بقولك هو السقة اللي في العيب تناني الاهلي الوقتي والتصريحات بدتدل على عقلية العيب تناني الاهلي المحترفة عقلية احترافية عقلية احترافية بشكل كبير جدا بدأ يتتغير بشكل كبير الفترة الأخيرة بنشوف التصريحات بنشوف اهتمامهم بنشوف تركزهم الفترة اللي فاتت واخدين كل مباراة على حدة احترموا اوكلاند بشكل كويس يعني وقدروا يتغلبوا عليه احترموا السياتي لحد آخر دي بتعاملوا مع السياتي كفرقة محترمة لكن وخال المعارض من اللقاء النهاردة طبعا يعني مباراة كبيرة يعني لكن التخوف التخوف في الأثناء اللقاء كلعيب كرة مش هيبقى في مصطحة لعيب تبنالي ما هي دي النقطة ما تنزلش عندك رغبة لو نزلت عندها الرهبة والخوف اللي كانت في ماتش بار ميونيخ لو احنا هنفتك مش عايزين نشوف ده مش تعرفي تستلم الكرة مش تعرفي تطلعها الباص صح الباص السليم والشدة الزيادة عن النزوم كمان الشدة الزيادة عن النزوم بتأثر على اللعيب يعني ماتش فعي سبات فعالي بالمعنى الحر محنا زي ما قلت حليك هو من بعد مبارد سيئات التحضير الزهني للقاء انت شغال ازاي ما هيق لعيبتك ازاي انت ما تحطهمش تحت ضغط لازم تكسب ريال مدريب